لا يمر أحد عبر هذا الجسر منذ سنوات بعد تدميره بالقصف وتركه بلا إعمار إلى اليوم أزمة الجسور بمدينة الموصل في محافظة نينوى تمثل أحد الأزمات التي تعيشها المدينة منذ إعلان انتهاء الحرب على داعش أواخر عام 2017 حيث تعاقبت عدة شركات على إعادة إعمار جسور الموصل دون إتمام العمل ناهيك عن رداءة المنجز منه توقفوا لأسباب مجهولة دائما نحن يبدأون بالعمل ينجزون يخلون حجر الأساس من يصل للعمل يصل للنص يسدون هذا المشروع يتوقف يتوقف لأسباب ما نعرفه نحن لأسباب مجهولة جسر الثالث أول ما فتحه الجسر ما بيشي بعد شهر من افتتاحه التبليط نزلي جواه انخسفة الأرض لكن اللي يتفاجئنا به أنه بعد ما ينطيك مدة عقد يوقع العقد على هذا الجسر ويقولك أنه خلال سنة وستة شهر مثلا راح يكتمل الجسر نتفاجأ وننصدم اليوم احنا ابناء الموصل أنه جسر لحد الآن ما اكتمل ونروح نشوف التوقفات اللي جاي الصير بالجسور عدم اتمام اعمار جسور الموصل الخمسة بشكل كامل عطل مصالح السكان وسبب اختناقات مرورية وصعوبات في التنقل ما بين الجانبين الأيسر والأيمن عندنا مطعم طبعا أكثر المواطنين تجي مرات نسأله نقوله يا بشو ما أتجي ما تبين يقول والله معاناة مورد جسور يعني جسر العتيق أو جسر الخامسة يوجد كثير من ناس تجي من الأيمن أو من الأيسر يعبر من ذاك الجانب يشوف معاناة الجسر ما يعبر يقول له كاني ما أقدر أعبر والله فر طويلة فانزيم ماكو أكثر من 26 مليار دينار خصصت لإعادة اعمار جسر الحرية والجسرين الخامس والسادس دون إتمام المشروع وفقا لتقارير صحفية كما أن قروض البنك الدولي المقدمة للجهات الحكومية لإعادة اعمار جسور المدينة ذهبت إلى جيوب جهات متنفذة في الموصل وخارجها